الانتر بول فعلا كان مستنيها وقبض عليها وحقق معاها مش اكتر من نص ساعة بعد كده افرجوا عنها طبعا بعد اتدخل السفارة الكمدائية نفس اللي حصل في مصر زي ما توقعنا بالزبط عاملين حسابهم على كل حاجة كده بقى الموضوع خرج من ايدينا من ايدينا المخابرات العامة باعتبر الموضوع خارج الحدود بالنسبة بقى لداخل الحدود عملت ويم عبشير عبدالداي مختفي من انبالحة فن المكان اللي كان فيه حصلت فيه جريمة قتل الدكتور النفسية في شكوك مبدئية ان هو لي علاقة بالجريمة يعني ايه هو اللي قتلها مسألات احنا لسه بنحقق سيادتك احنا متحفزين دلوقتي على الدكتور سعيد الجمال اللي كان بيشير مستقبل عنده كل ده مالوش لازم يا باسل افرض عن الراجل انت متحفز عليه والعضية الجنائية ترجع على المباحث اش ناصين حمدي تاني فوق كتافنا يعني افنا ما انفعش خلاص يا باسل خلاص متأسف هشيك بيشان انا جيت لك بدري كده لا لا بدري ولا حاجة انا كده كده بصح بدري موضل انا عرفت بقى من صدقنا المشترك محمد بي عادل زميلك من قام شرطة محمد عادل فين ده يا باحشني جدا بقى فين دلوقتي في المطار انا كلمتهم برح اول ما عرفتهم انتوا كنتوا دوفعة واحدة انتوا كنتوا سابقيني بدوفعتين يعني ممكن ما تفتكرنيش انا برضو خلعت بدري لخلي بقى لك يعني يا دوب خلصت شرطة واشتغلت مع ابوية بقول لك ايه تشرب حاجة؟ ولا اي حاجة انا كنت جايلك بخصوص قضية كده كنت بحقق فيها ومش على طول قد هتخسين انا؟ تخس اخت حضرتك مليكة لا مش فاهم وانت ما سمعتش ان الحادثة اللي حصلت مبارحة في عدد الدكتور سايد الجمال اه بتاعت الدكتور اللي واعت من ع السل بس انا معلومات ان انقلنا الوطني هو اللي بيحقق فيها وانا بقى البلغ ده جليل اول وبصراحة روحت الوخت حضرتك اتكلمتها بس ما قدرتش اوصل لها حاجة بتوهد بتوهد وجاي لنا عشان ادلك عالطريق يبقى كتر الف خيرك بصراحة فيه حالة تكتم شديد وغموط كده في حالة اختك مليكة قلت يمكن انت تدلني وادلك بصفتك ايه؟ ازا كان الامن الوطني هو اللي بيحقق في القضية ولا انت بتحقق في القضية مع نفسك وبدماغك فهمني يا شريف بيه؟ الحكاية ممكن تلبس اختك من ناحيتين بالأولى علاقتها بدكتور مجد والتانية علاقتها ببشير اللي كانت مخبية عند الدكتور سعيد مين بشير ده؟